هنروح بقى الأخبار المعتادة ونبدأ معاكم طبعا من خبر متعلق بالرئيس السيسي ومجلس الوزراء لأن الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الأراضي والسيد محمد أظم اللوت محافظ الوادي الجديد واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء صلاح الدين سراية نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية السفير بسام رادي صرح أيضا بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد كمان وجه الرئيس بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد وما يتصل بها كمان من صناعات غزائية وإقامة المناطق اللوجستية وده في ضوء يعني مقاومات النجاح اللي بتتسم بها محافظة زي الوادي الجديد وفي إظهار كمان الأولوية المتقدمة اللي بيحظى بها القطاع الزراعي في الاستراتيجية التنموية للدولة ترجمة نانسي قنقر